اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس في العاصمة المقة عدن معين الماس على أعمال الإسفلت التي بدأت لخط ومواقف الأرصفة الداخلية لمستشفى عبود العسكري في مديرية تخور مكسر واستمع الماس من مدير المشروع المهندسة ريهام جمال إلى شرح حول الأعمال التي تم تنفيذها مشيدا بالإنجاز الذي تحقق في المشروع مؤكدا أهمية رفع طاقة العمل بما يحقق تنفيذ المشروع وفق المواصفات والفترة الزمنية المحددة